اشتركوا في القناة في المملكة الأردنية الهاشمية ومنتخب الموهوبين لألعاب القوى العائد من معسكره في فرنسا وفي بداية اللقاء هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمناسبة فوز العداء روز جيل موب المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الماراثون للسيدات والذي أقيم ضمن بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن وأكد أن الإنجاز العالمي ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة للحركة الرياضية والبحرينية وتتويجه للجهود الكبيرة التي يبدلها الاتحاد البحريني لألعاب القوى من أجل ارتقاء برياضة أم الألعاب البحرينية وضمان تحقيقها للمزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الإنجاز العربي الكبير الذي حققه منتخب الناشئين للكرة الطائرة مؤكدا أن اللاعبين كانوا خير سفراء للرياضة البحرينية في هذا المحفل الرياضي العربي وتمكنوا بفضل إصرارهم العميق على تحقيق إنجاز نوعي جديد للرياضة البحرينية مطالبا اللاعبين ببذل المزيد من الجهود والعمل على الارتقاء بمهاراتهم باعتبارهم نواة حقيقية للمنتخبات في المستقبل وطالب سمو الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بمواصلة إعداد الخطط والبرامج الطموحة التي تضمن التطور التصاعدي لمستوى منتخب الناشئين بما يضمن له المنافسة الحقيقية على البطولات في المستقبل مثمنا الجهود المباركة التي قام بها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة في تهيئة الأجواء المثالية أمام منتخب الناشئين كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة بمناسبة تحقيق لقب النسخة الرابع عشر من البطولة العربية للكرة الطائرة وعبر سموه عن سعادته لما حققوه من نتيجة في هذا التجمع الرياضي العربي متفوقين به على العديد من المنتخبات العربية القوية مضيفا سموه أن فوز ناشئي الأحمر بلقب العربي ما هو إلا دافع معنوي كبير للتحضير الجاد للمشاركة المرتقبة بنهائيات كأس العالم التاسع عشر التي ستستضيف منافساتها مملكة البحرين في الفترة من الثامن عشر إلى السابع والعشرين من أغسطس الجاري متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمنتخب في مشاركته العالمية المقبلة هذا وقد رفع سموه التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وللحكومة الرشيدة ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذه المناسبة مؤكدا سموه أن ما تحقق يأتي ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الشبابي والرياضي بالمملكة والذي أسهم في رفع مستوى الألعاب الرياضية والرياضيين وأشاد اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود المتميزة التي يبدلها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة والتي كان لها الفضل في تحقق نتيجة مشرفة وذلك من خلال النهج السليم والخطة التطويرية والبرامج الهادفة التي نفذها الاتحاد والتي ساهمت في تطور اللعبة وارتقاء مستوى اللاعبين على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة